بعث رئيس عبد الفتح السيسي ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارق الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأشهد رئيس السيسي بالوحدة الوطنية الراسخة التي تربط بين أبناء هذا البلد العظيم على مري التاريخ مؤكدا أن مصر هي مهد الرسالات السماوية وهي كنانة الله على أرضه وأن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم داعينا الله أن يحفظ مصر وأن يرعى شعبها وأن يديم عليها نعمة التآخي بين جميع أبنائها مسلمين وأقباط وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير لهذا الشعب الأبي الكريم وأعرب الرئيس السيسي عن أمنيته لجميع الأخوة الأقباط عاما مليئا بالتوفيق ولمصر دوام التنمية والرقي والازدهار كما بعث الرئيس السيسي بتهنئة إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم معربا عن أمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح وداعينا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليهم بكل الخير وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار ترجمة نانسي قنقر